تي مسئولية مشتركة ما بين الزج والزجال اتنين بيشاركوا فيها تربية الأولاد شوف عيالك لا كلمة كاف بتاعة الملكية المخال لا 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 خالص عيالك عيالنا تربية تربية مشتركة مش انا سبتها وكذا وكذا والله طب ما فلانا مش عارفة مين من الصحبات ولا ام الاوزاعي ولا ام الشافعي ماشي زوجك ما كانش موجود لكن انت ما شاء الله سبع البرنبة موجود انت عم الراجل اللي عملين يديك قوامة ونقولك تطيعك وتسمع كلامك ونبجل فيك انت موجود ما تشلش ايدك من مسئولية التربية ودورك مهم جدا جدا خصوصا لو في صبيان والله ولو في بنات انا عايزة اقول لكم ان البنات بتتعلق بابها بطريقة جميلة جدا وبتتعلق تعلق غير يعني غير طبيعي بسبب ان هي في الفترة او فترة من الفترات بحياتها عايزة تشوف الراجل الحنون وبسبب معاملة اب قاسي ولا معاملة غير سوية في التربية تقولك مش متجوز اتجوز ايه اجيب نصحة منسوها مش متجوز طيب اعرف يبقى اول حاجة قبل ما اكرر كتبك الدخل او البناء او ان انا اعخذ واقول خلاص هو ده اللي انا هتزوج وهتزوج ازاي ان الزواج اعرف ان الزواج مسئولية تاني حاجة الزواج اعطاق بصوق يعني انا بعترض مع بعض الناس اللي بتوع تقولك ايه الزواج تطحية بلاش كلمة تطحية لان تطحية انا نضح عشانك وانا بعمل عشانك ياللي ما بيتمرش فيكو تطعبي وهي تقول حرام عليكو ومن اول النهار وانا مش عارفة بعمل ايه وجيب ايه وساوي ايه وبضحيت بسنين عمر اللي ضاعت ومش عايزين كلمة تطحية واحنا قبل كده شرحنا على موضوع التطحية ده ومش كل بيت يا جماعة ولا كل زواج قائم على التطحية لا جزء منه جزء منه ممكن يكون تطحية لكن الاغلب انا بسميه عطاء وانتو قولوا نفسكو كده قص المساهمات عشان ما تتعبيش فاحنا الاصل هو العطاء على ما اشرح لكم حتة التطحية والعطاء دي فاكرين لما قلنا ان فيه اشكال لعلاقات الزواج فيه علاقة بتبقى كده انا هو هو انا واحنا روحين مش عارفة في ازازة واحنا مش عارفة ايه وكذا وكذا واحنا يعني لا يمكن نستغنى عن بعض واحنا كذا وكذا العلاقة دي علاقة متعبة جدا انا مش وكلة غير لما انت تيجي انا مش عاملة غير كذا حياتي هتقف بدونك اعرف انت الحب المرضي انا مش عارفة انا ممكن اموت لو جرى لك حاجة حلو حلو المعاني والكلام الجميل ده لكن الدنيا اللازم خنقيتني وها كمان لا انت فين انت روحت لا لا لازم فيه مساح فالعلاقة الاندماجية دي من الصح ولا العلاقة ان فيه حد سيد والتاني عبد اسمع الكلام علشان انت دخليني النار ولا الكلام ده بردو العلاقة دي علاقة غير سوية وفيه علاقة علاقة المضحي دي العلاقة اللي احنا بنرفضها علاقة المضحي في الزواج بيبقى احد الطرفين هو اللي قاية سوابع العشرين للطرف الاخر والتاني ولا في دماغه بيبقى دايما دايما في تنازل دايما دايما شايل فيها دايما بالضحي دايما هو او هي وتبقى العلاقة دايما كده دي علاقة غير سوية على فكرة لسببين ان لو المضحي ده اللي تحت عمل كده وقام وسبت تاني الدنيا وقعت والمضحي ده دايما عنده احساس ان الكون كله ضدي وانا انا مهزوم وانا كذا وانا محتاج لا في جزء من الزواج تضحية لكن الباقي عطاق ما سمهوش تضحية لاني ده واجب السنة عملت ما ده واجبك اما السنة سمعت بكوزة وشلت ما ده القصيلة اللي بتعمل كده ده الزوجة الصالحة هي اللي بتعمل كده ما انا جروحت وطعبت ما انت المفروض لان احنا قلنا من مسؤولاتك الانفاق فانت مش بالضحي ده واجبك يا جماعة سموا المسميات بأسماءها الصحيحة سموا الحاجات بأسماءها الصحيحة انا عملت وانا لا مش ضحيت لاني ده واجبك وانت عملت لا دي مسؤوليتك فما جيش اقول عشان مخي ما يجبنيش انا مضحي فانا عايز بقى هتقولي بقى تمن التضحية دي هتعوضوني لا 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 في العلاقة وخصوصا الزواج علاقة اتنين قريبين جدا وكل واحدة كده تشوف هي فعلا زوجها قريب منها وانتي وهو كمان فما ينفعش نقولي ان ده تضحية وهتولي مقب ما فيش حصيلة في الزواج ما فيش واحد زائد واحد يساوي اتنين في معاملات في مودة ورحمة وقلتلكوا اعلى حاجة المودة الزواج قبول الاختلاف يبقى انا مسؤولية عطاء خلي بالكم في اختلاف انتم اتنين يبقى هنبقى مختلفين ما فيش متمسين ده شابه ده شابه عايزة واحد شابه مية في المية ما فيش حد يشأل وانتو لو اتنين شابه بعد مية في المية هتوبقوا واحد مش هتوبقوا اتنين فالقص اني فيه اختلاف طيب لا ده فيه صفات حلو جميل اني فيه صفات مشتركة وانتو الاتنين متفقين على ده شيء طيب جدا لكن فيه اختلاف عمرك ما تقولي اصلا مش هيبقى عمره ما فكر او مش هيفكر زيك هو دماغه ودماغ وانت دماغك دماغين ثلاثة اربعة عشر وشرحنا قبل كده دماغ الراجل عاملة زي متقسمة كده الواحد دي اعرفها مستقسمة كده ومتنظمة ما ينفعش يخش في موضوع لما يخلص التاني ما ينفعش تحكي موضوع وراء موضوع وطلعين من موضوع للموضوع والحوار لحوار ايه لما يخلص هو كده ده دماغ الراجل وانت دماغك ربنا عدها انك انت تستعيب اربعة خمس حاجات في وقت واحد باخسله ومش عارفة بعمل ايه وبساعد الاولاد وبرد عليهم واشوف الولد صغير كده ومعايا امي على التليفون الدنيا معاك ممكن هو دماغك كده ما حسش بي ايوه عشان انت العاطفة هي اللي بتغلب عليك وبيغلب عليه القرارات السلامة او النتائج او اعمل ايه فعمره ما هيبقى الاتنين زي بعض فاحنا مختلفين لاتم نقبل الامر ده امتى بقى قرر الزواج لو انا الاختلاف ده هقدر اتعامل معي تمام ربح حاجة الزواج سكينة سكن اي هدأ بعد اطراب حاجة كنت مضطربة وكذا اه فسكنت بعد الزواج خلق لكم من انفسكم ازواجة اللي تسكنوا اليه السكينة اول مكفاءات الزواج اللي بيعف نفسه اللي بيعف نفسه عن الحرام الله عز وجل اللي بيكفؤه ها بانه يبقى فيه حصل على السكينة بعد الزواج هو ده لما افهم المفاهيم دي وانا متقبل مسئولية وعطاء وقبول اختلاف واني فيه سكينة وبمعنى المسئولية اللي شرحناه يبقى انا حاليا انا مؤهل ان انا اتزوج وانا انا كن قبل كده ما تتزوجش وقبل كده ما تاخدش قرار الزواج اتدربوا على الحاجة قبليها لو لقيتوا نفسكوا بتعطو قادرين يبقى نتوقل على الله ما لقناش نفسنا كده لا يبقى خلاص ده كان ملخص وصورة كده سريعة على حتة امت ااخد قرار الزواج ترجمة نانسي قنقر